يا هانا أهلا بك مرة تانية وتفضلي وتحياتنا طبعا لسيرة العميد احنا سمعينكم تفضلي بجد التحية بكم مرة تانية أنا هوندو يا كريم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وزي ما عودنا دايما جمهور عشرة الصبح في الأهلي بنقول لكم كل الأحداث المهمة هيكون معايا دلوقتي العميد أحمد إلنا حاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر عشان بقى يحدثنا عن تفاصيل الافتتاح اليوم في البداية طبعا برحب بحرطك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايزة بقى حارك تكلمنا عن فعاليات الافتتاح اليوم أستاذة هانا صبع الخير أستاذة نهوند وأستاذ كريم صبع الخير عليكم جميعا صبع الخير على قناة النادي الأهلي مجموعة العمل المحترمة اللي بتشرفنا في الأحداث الجميلة اللي احنا بنعيشنا في النادي الأهلي ويوم جميل إن شاء الله وبدأة جميلة طبعا زي ما حارك قلت كده احنا النهاردة بنسعد بحدث ويوم بيعتبر تاريخي لأبناء النادي الأهلي والمنتمعين للنادي الأهلي والنسبة الأكبر من المتابعين للوسط الرياضي والأنشطة الرياضية على مستوى جمهورية مصر العربية يمكن النهاردة حلمي بيتحقق وعد به كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وعضاء المجلس المحترمين حلم تاريخه أو مدته اللي كنا بنحلم بيها التعدة الخمسة وعشرين عام أو التلاتين عام أنا بذكر عدد الأعوام عشان نعرف حجم الحدث اللي احنا بنقابله النهاردة وده الترجم في اهتمام كافة القيادات السياسية داخل الجمهورية مصر العربية سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الانشائي أو على المستوى المحليات يمكن النهاردة بيشرفنا وحيشرفنا بناء على دعوة من الكابتن محمود الخطيب شخصيا لرجال الدولة المصرية معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي معالي محافظة قاهرة سيدة لواء خالد عبد العال يمكن ده ترجمة وقيادات أخرى على المستوى القيادة السياسية أو قيادات القوات المسلحة يمكن ده بيترجم لنا مدى أهمية الحدث ده والإدارات المعاونة اللي شاركت بشكل أو بآخر في إتمام حلم فعلا كان أعضاء النادي الأهلي بالكامل بيحلموا بيه والنهاردة بيتحق زي ما حضرتك قلت حدث النهاردة كبير هيكون موجود طبعا كابتن محمود الخطيب وزير الشباب والرياضة وأيضا محافظة القاهرة إزاي استعداتوا لإيفنت النهاردة؟ الاستعدات طبعا النهاردة إحنا يمكن حابب أذكر إن كان في موجود مبزول محترم جدا من الإدارة الهندسية برئاسة المهندس سامح علي كامل مدير الإدارة الهندسية في النادي الأهلي ومستشار المجلس أو الاستشار المجلس للأمور الهندسية والمشروعات إحنا يمكن إحنا بيتي من إمبرح في النادي وصلنا الليل بالنهار عشان نطلع بالمنظر الجمالي والمنظر المحترم اللي بيليق بمنظومة النادي الأهلي وبيليق بكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم بيغليق بالإدارة التنفيذية برئاسة الأستاذ الدكتور سعد شلبي قائم بعمل المدير التنفيذي كله على قدر المسئولية الإدارات المعاونة عندنا داخل فرع مدينة نصر سواء الإدارات الخاصة الخدمية أو الإدارات الأمنية إحنا زي ما بقول حضرتك إحنا ما تحركناش من نادي وده إحساس بمسئولية وإحساس بمدى أهمية الحدث اللي احنا عنينا منه كلنا مش عايز أختصر الحدث في افتتاح أو ميزة معينة أو خدمة معينة بنوفرها لأعضاء النادي الأهلي وأبناء المنتمين للنادي الأهلي وضيوف النادي الأهلي من مواطنين المصريين والمنتمين للنادي الأهلي الحدث اللي احنا فيه النهاردة كان فيه نقاشات كثيرة جدا وتحديات كثيرة جدا يمكن كان الكابتن محمود شخصيا كان مهتم أنه هو يبقى متابع لها بشكل يومي مساعد لنا في دفع أي عقبة بنقابلها سواء مع موافقات أمنية سواء مع إجراءات خاصة بالمحليات ومحافظة القاهرة طبعا حقيقي عارفة إحنا الموقع بتاعنا موقع استراتيجي جدا ويمكن ذكرنا الكلام ده قبل كده إحنا موقع مدينة نصر مؤدي لمناطق حيوية جدا في جمهورية مصر العربية يمكن يعني على سبيل المثال مش الحصر العاصمة الإدراج جديدة مضمناء القاهرة الجوي خطوط سير لشخصيات هامة وضيوف لجمهورية مصر العربية المتابعة مش عايزة أقول إن هي من أعلى المستويات في القيادة السياسية كان فيه متابعة من أعلى المستويات في المنظومة دي لإنهاء هذا الحدث عشان يبقى بشكل أو بآخر بيكمل مجهود بيتم في المجتمع المصري والبنية التحتية خاصة بالمجتمع المصري وخاصة في مناطق مدينة نصر لأنها وجهة لبعثات دبلوما سيزة ما قلت لحضرتك وللمواطن المصري اللي هو خلاص ابتدى يشعر لا مصر بتتغير اليومين دول النادي الأهلي بمسئولياته المجتمعية اللي بيقدرها تماما وطول عمرنا كده شعورنا إن في جهد مبزول من القيادة السياسية يستحق إن احنا نقف وعايز أقول إن نقاتل إن احنا نبقى على هذا المستوى اللي بيليق بالمجهود المبزول من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت بيليق بعضو النادي الأهلي النادي الأهلي زي ما بنقول هو ملاز ومنفس لنسبة كبيرة جدا من الشعب المصري مش عايز أخص بالذكر أعضاء النادي الأهلي لأن عضو النادي الأهلي بيبالي أصدقائه بينوارونا بدعوات بتذاكر للتردد على النادي أصبح فرع مدينة نصر الحمد لله بفضل الله وفروع ومقارات النادي الأهلي بشكل عام مزار حقيقي بيستمتع به المواطن المصري وعضو النادي الأهلي وعضو الجمعية العمومية النهاردة إحنا عندنا جراج حيتحدث عليه الوسط الرياضي مدة طويلة لأن مع كامل احترامي متقديري فيه نمازج زي دي كتير بس إحنا استعدنا بشكل هعتبروا أنه هو فيه نوع من الرؤية الاحترافية والأمنية يمكن كان فيه إسرار من كابتن محمود الخطيب لموقع الجراج أو موقع فرع مدينة نصر التأكيد على عملية تأمين دخول العضو والمتردد للنادي الأهلي نهاردة بيشرفنا زميلنا في وزارة الداخلية من مركز تدريب الحراسة لإسلاح الكلاب يمكن وجهة مشارفة جدا تعاون ما بيننا وما بين مؤسسات الدولة زي ما قلت لحضرتك هي منظومة واحدة وطن كلنا بنسعى وبنكتهد أن احنا لرفعته بشكل محترم النادي الأهلي حاسس بمكانته الرياضية وأهميته على المستوى السياسي والمستوى المجتمعي ده بيترجم النهاردة ده حتشوفوه النهاردة يمكن أنا بعتبر أن حدث جراج النادي الأهلي مدينة نصر استكمالا للأحداث الجميلة اللي حصلت عندنا من مشاريع محترمة طاليق بالمواطن المصري وعضو النادي الأهلي هو الحدث الأكبر والأهم وحسن الختام زي ما بنقول ممكن يبقى فيه مشاريع مستقبلية في الفترة الجاية إن شاء الله كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بيخططوها وحتعلن في الوقت المناسب لهذا الكلام لكن نحن بنتكلم على حدث النهاردة بيطابق الجملة الجميلة المحترمة اللي أكد عليها كابتن محمود الخطيب والسلوجن الخاص بالنادي الأهلي دلوقتي تاريخ مبادئ تطوير هو ده النادي الأهلي نادي الأهلي بتاريخه نادي الأهلي بمبادئه النادي الأهلي بتطويره اللي احنا بنشوفه كل يوم أعتقد الشارع المصري والمواطن المصري على المستوى الجمهورية حيتابع من خلال قناتكم المحترم قناة النادي الأهلي اللي بيتابعها ملايين المواطنين المصريين حيتابع الحدث الأهم في المؤسسات الرياضية والأهم في الوسط الرياضي في الوقت الحالي بشكر حدثك جدا طبعا سيادة العميد وان شاء الله مزيد من التقدم فندم بشكرك بشكر الأستاذ كريم الأستاذ نهوان وبوجه دعوة لحضراتكم وخلاص ما بقاش فيه بقى أعزار تقدروا تشرفونا جوه منظومة النادي الأهلي فرع مدينة نصر تستمتعوا بمكانك وتستمتعوا بمجهود تبذل من كل العاملين في النادي الأهلي بداية من العامل من الموظف من مديرين الإدارات من إدارة هندسية لم تكل ولا تمل في بزل أي مجهود في المتابعة والإصرار على خروج الحدث ده بشكل يغليق بمنظومة النادي الأهلي كل سنة وحضراتكم تغيرون شكرا حدثك مرة أخرى ده كان لقائي مع سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر العودة لكم مرة أخرى في الستوديو